موسيقى السيد ساركيس تشوبريان وهو المحلل المالي في ايكويتي جروب أهلا وسهلا بك ساركيس ودعنا بدءا نتحدث عن أهلا الله يزعد أوقاتك شهية المخاطرة من جهة وارتفاعها بجانب ارتفاع التضخم يعني هل هل تمت رابط؟ بالفعل نلاحظ أن هناك ارتفاع في شهية المخاطرة بشكل عام في الأسواق المالية وقد شهدنا اليوم ارتفاع العديد من المؤشرات الأسيوية وتجاهل المتدأولون للارتفاع الكبير في إعداء إصابة فيروس كوفيد 19 حيث أننا نشهد حاليا ارتفاعات متواصلة مع ظهور سلالات جديدة من الفيروس لكن في نفس الوقت نلاحظ بأن الشهية المخاطرة بشكل عام ما زالت إيجابية في الأسواق المالية ورغم بعض الموجات التصحيحية التي تحصل بين الحين والآخر إلا أن مؤشرات الأسهم العديد منها ما يزال قريب من مستويات قياسية كما تفضلت يراقب المتداولين حاليا الارتفاع المحتمل في مستويات التضخم حيث أن المتداولين حاليا يعتقدون بأن سياسات البنوك المركزية التحفيزية حول العالم إلى جانب انتظار وتوقعات خطة تحفيزية تريليونية من الحكومة الأمريكية كلها أسباب داعمة لارتفاع مستويات التضخم حاليا مؤشر سعر المستهلك في الولايات المتحدة يبلغ حوالي 1.2% على مدى السنوي ورغم أن هذه القيمة ما تدبذب وتترباط أيضا الاتجاهات الصاعدة لكن حتى هذه اللحظة المستجدات الأساسية لا تعني انعكاس تام في اتجاهات أسعار النقط بل تصحيحات هابطة مؤقتة قبل أن نعود ونشهد بعض الارتفاع المؤقت في الأسعار دعنا ننتقل إلى الذهب وأنت تعلم أن العلاقة العكسية مع الدولار هي التي تحكم المسار لكن اليوم نلحظ أن الدولار يرتفع أمام اليورو ويرتفع أمام الاسترليني ورغم ذلك الذهب أيضا يرتفع في مسار موازي ما مرد ذلك إلى أي مدى ربما هذه الأجواء المضطربة بعض الشيء فيما يتعلق بكورونا تسهم في ذلك بالفعل أسعار الذهب تحاول الارتفاع حاليا لتحوم حول مستويات 1850 دولار خلال الجلسة الأسيوية قبل انتهائها لحظنا ملامسة أسعار الذهب مستويات 1817 دولار للأنصة ومن هناك نشأ طلب تجاهل فيه الذين قاموا بشراء الذهب الارتفاع في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العديد من العملات الأجنبية باعتقادي بأن المستجدات الأساسية المنتظرة لاحقا داعمة لارتفاع أسعار الذهب فرغم تأثير الدولار الأمريكي الزمنية الأبعاد قليلا المؤثرات الرئيسية في أسعار الذهب هي التدفقات النقدية والتضخم ومع توقعات مزيد من التدفقات النقدية للاقتصاد العالمي إن كان من خلال سياسات بنوك مركزية أو حكومات فهذا كله داعم لارتفاع أسعار الذهب لكن على المدى القصير نشهد تأثر أسعار الذهب بارتفاع الدولار ومع انخفاض أسعار الذهب ووصوله اليوم لمستويات تعتبر متدنيا نسبيا شهدنا عودة الطلب من جديد للذهب لمحاولة التمركز شراء مرة أخرى في الأسعار فالمستجدات الأساسية الحالية قد تكون مؤثرة على المدى القصير لكن على المدى الأبعاد هناك فيروس كورونا هناك أيضا التوترات السياسية في الولايات المتحدة والتدفقات النقدية كلها من المحتمل أن تدعم ارتفاع أسعار الذهب وأخيرا أضيف بأن بيانات التضخم الصينية هذا اليوم أظهرت رغم أنها قراءات متدنية نسبيا عند 0.2% لكنها أيضا تظهر ارتفاع أكبر مما كان متوقع وبالتالي هناك مخاوف حقيقية من خفاض القدرة الشرائية للنقد وبالتالي الذهب على المدى الطويل قد يشهد ارتفاع ومع أي انخفاض بالأسعار ربما سوف نشهد كما شاهدنا اليوم موجات شرائية جديدة أشكرك سيركس شبريان وأنت المحلل المالي في إيكوتي جروب شبكا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر